أعزائي الطلبة وطلبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء نلتق اليوم ختاماً في منهج التاريخ للسنوية العامة الفصل الثامن صورتي 25 يناير وصورة 30 يونيوم كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط المسيحيين في مصر هذا البلد ينعم فيه الجميع والكل شركاء في الوطن المسلمون والأقباط يداً واحدة منذ بداية الفتح الإسلامي لمصر احتضن الإسلام المسيحية كما احترضت من قبل المسيحية الإسلام مصر أولى الدول التي تنعم بالوحدة الوطنية في تلاحم قوى الشعب بنهني إخواننا الأقباط بعيد القيام المجيد كل عام وهم بخير كل عام والمصريين جميعاً بخير كل عام وتنعم مصر بالأمن والاستقرار والسلام بنهني كل الناس بعيد شام النسيم طبعاً النهاردة أجازة وفسحة الطلبة هتخرج وتتفسح استعادة طبعاً لمراكزهم الأولى في المذاكرة نرجع إن شاء الله من بكرة بإذن الله نحاول نلم الدنيا كده ونزبط المراجعة بإذن الله لأنه خلاص عزيزي طلبة وطالبات السنوية العامة هنبدأ النهاردة صورة 25 يناير لما نجي نتكلم على حركات المعارضة التي بدأت في مصر ضد حكم الرئيس السابق مبارك بنقول بدأت حركات المعارضة في مصر تأخذ شكلاً تنظيمياً منذ عام 2004 حركات المعارضة في مصر ظهرت منذ عام 2004 طبعاً هنا مصر كان فيها معارضة في عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك وبدأت هذه الأشكال أشكال المعارضة تستقطب بتستقطب مين نخلي بنا من الاسم ده كده الشباب من هنا ومن هناك ضد سياسات الحزب الوطن الحاكم طبعاً تاني نخلي بنا في التاريخ بدأت أشكال المعارضة في مصر تأخذ شكلاً تنظيمياً منذ عام 2004 بدأت هذه أشكال المعارضة تستقطب الشباب من هنا ومن هناك ضد سياسات الحزب الوطن واستحوازه على السلطة طيب جميل لما نجي نتكلم على أسباب صورة 25 يناير طبعا هي أسباب عندك في الدراسة بسيطة ونخلي بنا منها أول سبب بنقول واحد تزوير انتخابات عام 2010 للحزب الوطني سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر مع الاستمرار العمل بقانون الطوارئ تبقى تزوير وسوء واستمرار تزوير انتخابات سوء الأوضاع الاقتصادية استمرار العمل بقانون الطوارئ طبعا ظهرت أشكال المعارضة وخرجت الناس في صورة 25 يناير وتصادف هذا اليوم 25 يناير كما تحدثنا في الفصل الرابع عيد الشرطة عيد الشرطة عندك فيه معلومة إسرائيلية في كتاب المدرسة أقره الرئيس السابق مبارك أجازة رسمية منذ عام 2010 عيد الشرطة لو نرجع للفصل الرابع عندما حاصر الانجليز مبنى محافظة الإسماعيلية وطلب ونزع سلاح بلوكات النظام ورافض فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وأمر جنوده بالاستسلام فقامت انجلترا بضرب المحافظة وسقوط العشرات من القتلى والجرحة من الزباط والجنود فاعتبر هذا اليوم 25 يناير عيد الشرطة خرجت الجماهير إلى الميدين خاصة ميدان التحرير الكل خرج إلى الميدين مطالبا بالحرية والقرامة والعدالة الاجتماعية ياريت نحفظه المزبوط كده خرجت الجماهير إلى الشوارع مطالبة بالحرية القرامة العدالة الاجتماعية طيب موقف الحكومة ايه؟ نرى اسرار الحكومة على بقائها ثم خروج الرئيس السابق مبارك وألقى خطابا حاول فيه استضرار عطف الشعب تلعي الرئيس مبارك ألقى خطاب حاول استضرار فيه عطف الشعب المصري لقد عيشت على هذا الأرض وحاربت من أجله وسير يورينوس ايه؟ صراه ولكن تمسكت الجماهير بموقفها تجاه الحكومة وعزل مبارك إلى أن خرج نائب الرئيس مبارك نائب الرئيس وهو السيد عمر سليمان وألقى خطاب التنحي خطاب التنحي 11 فبراير 2011 أي بعد 18 يوم من الثورة طيب جميل طيب تم إلقاء خطاب التنحي على يد نائب الرئيس عمر سليمان 11 فبراير 2011 أي بعد 18 يوم من اندلاع صورة 25 يناير وبذلك شعر الشعب بالارتياح أنه حقق أحد أهداف الصورة وهو عزل الرئيس السابق مبارك وانتقال مهام الرئاسة إلى إلى مين بها؟ المجلس العسكري المجلس العسكري بقيادة مين؟ المشير محمد حسين تنطاوي نركز مع بعض كده تبقى اللقى خطاب التنحي نائب الرئيس عمر سليمان انتقال مهام الرئيس إلى المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين تنطاوي أعلن المشير حسين تنطاوي أنهم معا لتحقيق الأهداف الجيش والشعب يحققوا أهداف الثورة ثم قام المجلس العسكري بحل مجلس الشورى ومجلس النواب وإجراء انتخابات إجراء انتخابات طيب بعد ما حصل كده حصل عندي توالي في الحكومات حصل عندي أكتر من حكومة في الفترة دي وبنسميها حكومات تسيير الأعمال نخلي بالنا كده من الاسم حكومات تسيير الأعمال نخلي بالنا عشان فيه حكومات شعبية حكومات اقتلافية حكومات انتقالية حكومات أغلبية فبنسميها حكومات تسيير الأعمال دلت هذه الحكومات على أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار البلد ما فيهاش استقرار طيبوا بعدين كل اللي حصل هو انتخابات لمجلس الشعب ومجلس الشورى وفوز أعضاء من الحرية والعدالة وبدأوا في ممارسة مهام المجلسين في يناير 2012 طيب حكومات تسيير الأعمال وهي حكومات انتقالية دلت أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار كل ما تمه هو إجراء انتخابات لمجلس الشعب والشورى تولى وتزعم في هذه الفترة أغلبية البرلمان أعضاء من الحرية والعدالة وبدأ المجلسين في ممارسة مهامهم طيب تمام كده إذن المجلس العسكري وفى بوعده وبدأ يحمي أهداف الصورة أنت كنت تزعم من تزهور انتخابات 2010 وحل البرلمان وحل مجلس الشورى عمل لك انتخابات جديدة الشعب عبر فيها عن رأيه طيب بعد كده بدأت انتخابات الرئاسة طبعا البلد مش هدمش من غير رئاسة وفى المجلس العسكري وقام المجلس العسكري بانتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة اتقدم فيها أطياف عاليدة من الشعب المصري ولكن أبرز هذه الأطياف بنقول السيد أحمد شفي ده كان رئيس الوزراء في آخر أهد مبارك ومحمد مرسي انتهت الانتخابات بفوز محمد مرسي بواحد وخمسين من أغلبية الأعضاء كده عندي أصبح فيه رئاسة طيب احنا كده اتكلمنا عن صورة 25 يناير أهدافها المجلس العسكري ايه أهدافها بالكامل مجلس الشعب والشورة حل انتخابات جديدة رئاسة تغيرت وانتخابات جديدة ونجاح مرشح جديد طيب تمام لما نبدأ نتكلم في الأسباب الرئاسية لصورة 30 يونيو الأسباب الرئاسية لصورة 30 يونيو ايه السبب الرئيسي انت قلت هنا عند دلوقتي نجاح الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة طيب عامل ايه بقى الشعب زعل جدا نظرا لانه بدأ يمارس الحكم بنفس اسلوب الحكومات السابقة يعني يمارس الحكم بنفس الحكومات السابقة لما يعبر عن مصالح حزبه او حكومته بمختلف الوسائل اي وسائل القانونية او بالقوانين واللي ما ينطبقش عليه قانون الاستثنائية ياريت نقطع عليها كده ونشوفها تاني الاسباب الرئاسية 35 يونيو بدأ ايه يمارس الحكم بنفس اسلوب الحكومات السابقة لما يعبر عليه او يعبر عن مصالح حزبه بالوسائل القانونية واللي ما ينطبقش عليه قانون بيعمله وسيلة استثنائية علاوة على ايه طلب من الجميع الايمان بقدرات الحزب على حل كل المشاكل علاوة على اعلان بيان دستوري 21 نوفمبر 2012 عزز من صلاحيات الرئيس دون الرجوع للشعب دي مشكلة كبيرة اعلان بيان الدستوري بيعزز من صلاحياته دون الرجوع للشعب على عكس ما حدث في الاسبوع الماضي اعلان تعديلات دستورية من خلال الاستفتاء الشعبي لازم الشعب اللي يدي ايه رأيه وضع عناصر الحرية والعدالة والاخوان في كل مماصب الدولة مراكز القرى والاحياء بنسميها وحدات الحكم الايه المحلي حصل عندي سوء في الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل الديون والتضخم يعني لده نقول ان الادارة هنا السياسية والادارة الاقتصادية والحكم المحلي اصبح في مشاكل حين اذن اعترض الشعب وبدأت تظهر بوادر ثلاثين يونيو ستة وعشرين هنا بنقول تصاعدت الدعوات لصحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لاجراء انتخابات جديدة لانه لم يتم تحقيق ايا من اهداف صورة 25 يناير رفض الرئيس مرسي على اعتبار انه الرئيس الشرعي للبلاد حين اذن عندما حدثت هذه الفجوة بين الشعب والرئاسة تدخلت القوات المسلحة القوات المسلحة هي فعلا سعدت في البداية بصورة كبيرة جدا على تحقيق اهداف صورة 25 يناير اقرار حياة جديدة باقرار دستوي اقرار حياة جديدة بحل مجلس النواب والشورى وعقد انتخابات جديدة اجراء انتخابات رئاسية يعني المجلس العسكري لم يتخلى عن اهدافه في تحقيق مبادئ الصورة القوات المسلحة بعيدة خالص ولكن عندما حدث تصادم بين الرئاسة وبين المعارضة 26 ابريل قالوا ان ما فيش اي من اهداف الصورة تم تحقيق وارتفاع في الاسعار سوء الاوضاع الاقتصادية نفس الحكومات السابقة مازالت تستمر او نفس السياسات للحكومات السابقة مازالت مستمر تعزيزات دستورية لصالح الرئيس تعزز من صلاحياته دين الرجع للشعب الدعوة الى عقد انتخابات رئاسية جديدة يرفض الرئيس محمد مرسي وترفض المعارضة الحوار حين اذن يتدخل المجلس العسكري اصدر حين اذن الفريق السيسي البيان قال ان القوات المسلحة تجنبت في الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي فعلا القوات المسلحة لم تقتحم المعترك السياسي والحفاظ على دستورية الدولة ولكن ان مهمتها الاخلاقية والوطنية تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق البلد في نفق مظلم من الصراعات الطائفية والحرب الاهلية والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة شعبه وذلك من خلال امهال الجميع مدة اسبوع لاجهات صيغة مصالحة الكلام ده كان 23 يونيو احنا انهمها للجميع لمدة اسبوع حين اذن عندما اقتربت الفترة من النهاية في 28 اجتمعت عناصر الحرية والعدالة ومناصريهم في ميدان طبعا النهضة امام جامعة القاهرة وفي ربع العدوية في مدينة نصر وتعطلت مصالح الناس بشكل واضح في المنطقة تصاعدت بعدها الدعوات لصحب الصقة من الرئيس مرسي والدعوة الى عقد انتخابات جديدة ويدعو مرسي المعارضة للحوار وترفض المعارضة للحوار ويتدخل المجلس العسكري وايجاز صيغة مصالحة خلال 48 ساعة وبعدها خروج الجمهير الى الشارع وبالفعل خرجت الجمهير الى الشارع في صورة جديدة وهي 30 يونيو للاعتراض على سياسات الرئيس مرسي فتدخل بعد ذلك المجلس العسكري وتعيين الرئيس عدل منصور او المستشار عدل منصور رئيسا للجمهورية مع تعطيل دستور 2012 ثم الغاؤه ثم عقد دستور 2014 وتم الاستفتاء عليه دستور جديد تم الاستفتاء عليه وفات حباب الترشح لرئاسة الجمهورية تقدم احد النشاطاء السياسيين حمدين صباحي وتقدم الرئيس السيسي بعد استقالته من وزارة الحربية ونجاح الرئيس السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية ووضعت بعد ذلك خارطة الطريق ووضعت البلاد على اول طريق الدموقراطية بعد صورتين متتاليتين 25 يناير و30 يونيو نخلي بنا من اسالة الاختيارات نخلي بنا من الشخصيات يعني انتخابات الرئاسة بين الرئيس السيسي ونقط حمدين صباحي احد النشاطاء السياسيين نخلي بنا من صيغة المصالحة بعد اسبوع ثم امهل الجميع 48 ساعة نخلي بنا من المدد نخلي بنا من عمر سليمان نائب الرئيس الذي اقر قرار التناحي او اصدر بيان التناحي بعد 18 المدة 18 يوم من صورت 25 يناير المجلس العسكري تولى امور البلاد بقيادة نقط المشير تنطاوي حركات المعارضة بدأت في مصر امتى 2004 تستقطب نقط الشباب من هنا ومن هناك ضد نقط قيادات الحزب الوطني او استحواز الحزب الايه الوطني نخلي بنا من اسباب صورة 25 يناير تزوير الانتخابات سوء الاوضاع الاقتصادية استمرار العمل بقانون الطوارئ ايه طبعا هو وفاست سهل يعني درجاته قليلة حوالي اتنين اه نخلي بنا على حسب تقديره الدكتور محمود لسه بلغناش يعني بس هو وفاست من الفصول السهل ما فوش حاجة شائكة فنخلي بنا سوء عن درجة اتنين تلاتة فبنقول برضو الفصل مدام قصير وسائل نخلي بنا كده يا ولاد احنا وصلنا لنهاية المنهج كل سنة وانتوا طيبين خلصنا معكم شرح المنهج بالتفصيل مع اسالة تطبيقية مع اسالة استنتاجية انا بسيبتش معكم حاجة طول السنة صراحة عملت كل اللي انتو محتاجينه واللي مش محتاجينه كمان هنبدأ من النهاردة ان شاء الله نراجع معاكم اول الفصل وهو الحملة الفرنسية على مصر والشام كله بقى كده يركز التليفونات معانا مفتوحة ورقم التليفون على الشاشة اي حد عنده اي اسالة في الفترة الحالية دي ما يترددش وحنا تحت امركم في اي حاجة انتو عايزينها طبعا مستشار الوزير لشؤون التاريخي الدكتور محمود عطية الراجل مشكورا بيقرنا بنوعية الاسئلة نركز على نوعية الاسئلة احنا على الامتحال ليس لانا بيعلاقها احنا بنجتهد والبقى على ربنا الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن الكلام ده بس مش معنا كده ان احنا بنقولكوش حاجة مهمة لا احنا دايما في توجيهات المستشار ان احنا بنفس سياسة الوزارة في وضع الاسئلة المطلوبة في وضع الاسئلة المشابهة في تدريبكم على نوعيات كيفية حال الامتحان وده المستشار صراحة ما بيأثرش معانا فيه في الموضوع ده خالص بيمدنا بكل اللي احنا عايزينه عايز استفهماتها عن التعديلات الجديدة الدكتور محمود بيبلغنا بيه هنبدأ النهاردة معاياكم الفصل الاول ياريت اي حد عنده بقى السؤال احنا تحت امركم اول حاجة عندي في الفصل الاول بنتكلم على نركز مع بعض كده الصورة الفرنسية لما قول الصورة الفرنسية خلي بالك كده معايا اول صورة اجتماعية اول صورة ايه اجتماعية ايه السؤال هنا لما قولك اختار اختار الصورة الفرنسية اول صورة ايه اجتماعية تبدا سؤال سؤال تاني اقولك ما المقصود خلي بالك في الاسئلة عشان مش هنرجع لده تاني اختر الصورة الفرنسية ركزتها على البعد نقط البعد ايه الاجتماعي ما المقصود بالصورة الفرنسية اول صورة اجتماعية تشهدها اوروبا في مطلع العصر الحديث قامت بها الطبقة الوسطى بالاشتراك مع مين مع العام بس اذا الصورة الفرنسية سهلة وما فيهاش مشكلة طيب نشوف سؤال تاني كده معي لما نقول ايد صحة العبارة الاتية تاريخية نجحت مين اللي نجحت الصورة الفرنسية في تغير الاوضاع الداخلية في فرنسا العبارة هنا ايه صح صح ازاي استاذ لغت النظام الملكي واعلنت نظام جديد وهو النظام الجمهوري القضاء على عصر الاقطاع علاوة على دخول فرنسا في صراع مع دول اوروبا ومجيء الحملة الفرنسية الى مصر تبقى نجحت الصورة الفرنسية في تغيير الاوضاع الداخلية اه داخلية وخارجية كمان برسي بنقول على الداخلية والركز لغوا النظام الملكي واضع الاقطاع اعلن النظام الجمهوري دخلت فرنسا في صراع حتيجي الحملة الفرنسية السلام عليكم عبر الرحمن والكم السلام عليكم ايوة مستوى اتفضل عبر الرحمن معي سؤال اي تسحد او خطأ العبارة التالية اه تأثرت القوى الاجتماعية المختلفة ايجابيا باطلاق سياسة الباب المفتوح طيب تأثرت القوى الاجتماعية ايجابا صح ايوة فعلا بسياسة الباب المفتوح نقول غلط يا عبد الرحمن نظرا للصناعة تدهورة الصناعة الحرافية وتدهور مكانة شيوخ الطواقف التجارة تدهور واختفاء التجار المصري اللي صالح الأجانب يعني الاحوال الاجتماعية في عهد القلفاء في سقوط الاحتقار سقوط الاحتقار بص عبر الرحمن اركز بس معي لحظة هل عايزك تسمع الكلام ده ومش هنقوله بقى عشان الوقت يصير هقوله في الفصل التاني بس عايزك تسمعه كويس بص كده معي بص معي كويس سقوط الاحتقار عارف يعني سقوط الاحتقار عارف عهد خلفاء محمد علي عارف سياسة الباب المفتوح عارف دي دي كلها حاجة ايه حاجة واحدة لو تقس سقوط الاحتقار عهد خلفاء محمد علي الباب المفتوح نتائج بلتاليمان نتائج لندن الخمسة دول حاجة ايه? ايه? حاجة واحدة. تمام. خلاص يا حبيبي? خلاص ماشي. طيب في حاجة كده? تم تعميق ازدواجية الفكر في عهد اه حملة الفرنسية ولا محمد علي ولا عباس ولا سعيد? عباس. طب ماشي معك بس في الكتاب نفسه كتب. بص معي بص معي. ازدواجية الفكر في عهد عباس وسعيد. يا اخي هدو معي هقول لك اهو. بس اسمع معي بشي. بص معي. بص معي. تعد بزور الازدواجية الثقافية في مصر الى ايه? الى الحملة طبعا. جميل. واحدة واحدة كده نكتبون لك اهو. لما نتكلم اول حاجة. ايوة كتبتهم نكتبهم تاني. ايوة. جزور الازدواجية. اه. دي في الحملة الايه? الفرنسية. اه. ماشي? ايوة. ظهرت للزواجية. محمد علي. خلاص? اي. تعمقت الازدواجية. مباشرة بعد محمد علي عباس وازا كان ذكر عندك التعليم في عهد عباس ومين? مسيحين. بس مين اللي جاء مباشرة بعد محمد علي? عباس طبعا. المدارس الاجنبية دخلت بصورة كبيرة في صدر اسقوط الاحتقار معي? اه. طبعا دلوقتي عندي زارة الازدواجية في عهد تعود جزور الازدواجية للحملة? الفرنسية. زارت في عهد? محمد علي. تعمقت في عهد? عباس. تمام. حاجة تاني يا عبدو? شكرا يا عبدو احنا معاك ولو عايز حاجة تاني اتصل. لما قول عندي هنا في ايه سؤال تاني? بنقول هنا الصراع بين فرنسا ودول اوروبا. بعد الصورة الفرنسية. بما تفسر. السؤال تاني. ليه حصل الصراع بين فرنسا ودول اوروبا بعد الصورة الفرنسية? الصيغة الاحسن. نقول اتخذ الصراع بين فرنسا? اتخذ الصراع بين فرنسا واوروبا بعدا اخر بعد الصورة الفرنسية. ركز على الصغة التانية دي كده. اتخذ الصراع بين انجلترا وفرنسا. اتخذ الصراع بين فرنسا ودول اوروبا بعدا اخر. اتخذ الصراع ما بين فرنسا وانجلترا بعدا اخر. هي هي نفس الايه? الاجابة. انت لما قلت قامت الصورة الفرنسية عندي الصورة الفرنسية لغت النظام الايه الملكي طب الصورة الفرنسية اعلنت النظام الايه الجمهوري طيب اوروبا كلها نظامها ايه نظامها ملكي طب ملك اوروبا خافوا ولا ما خافوش خافوا على عرشهم اه دي انجلترا ايه تمام اه دي عندي فرنسا ايه اوروبا دي كلها نظامها ايه ملكي طيب فرنسا دلوقت مش ممكن مبادئ الصورة تطلع برة هيحصل في النظام الملك اللي حصل في فرنسا هيلغوه يعدم الملوك فاتفقت كل اوروبا بزعامة مين انجلترا على ضرب مين فرنسا ليه لالغاء هيلغو ايه بقى النظام الجمهوري ويرجعه الملكي فرنسا انتصرت على كل اوروبا واصبح لها مكانة ولكن ظلت انجلترا بمعمم من ضربات نابليون لأسطولها القوي طب انجلترا لها مستعمرات هنا في الهند ايه بتمشي ازاي من البحر المتوسط تعد منين من مصر توصل الهند تب نعمل ايه فرنسا ونابليون فقروا في ضرب انجلترا في ميدان اخر خارج اوروبا نبعت حملة فرنسية الفين لمصر تيطعت طريق على مين على انجلترا وفعلا خرجت الحملة وعملت على تقويد يعني ضرب انجلترا في الشر تسهيل طرق التجارة الفرنسية اقامة مستوطن ايه فرنسية او مستعمرة فرنسية او امبراطورية فرنسية في الشر نخلي مننا ده البعد الجديد انت عندك برضو عازك تعرف حاجة الصراع بين انجلترا وفرنسا صراع تقليد على المستعمرات اخر القرن السبعتاشر وطوله الطمنتاشر طب الصراع اتخذ بعد جديد بعد جديد ازاي لما قامت الصورة الايه الفرنسية طب نخلي مننا برضو معنا ايه سؤال تناخد محمود ونرجح سلام عليكم يا محمود سلام عليكم يا محمود عليكم السلام ازاك يا مصر ازاك يا محمود كل السؤال انت طيب انت طيب اتفضل في سؤال معايا بيقول في محمد علي حقق محمد علي الامن الوطني الى مصر اه حلو السؤال ده ايه الاجابة اتفضل محمود انا يعني بقول اللي هو عشان اامن حدود الشم اللي هو حقق محمد علي الامن الوطن المصر بنقوله هنا العبارة صحة ولا غلط ولا تفسير ده اه بحد صحة العبارة صح نقولتها السؤال محمد علي في مصر السودان وادي النيل معظم الجزارة العربية والحجاز الشم وكرت واطنة كانت تمثل الظهير للحكومة المركزية القوية التي اقامها محمد علي في القاهرة تمام تمام الزهير يعني ايه عبدو يا محمود الزهير يعني الحماية يعني ايه الحماية يعني انا قاعد الوقت هنا في تلفزيون اهو في باب التلفزيون وفي باب الستوديو وفي باب داخلي للستوديو يعني اي حد يدخل يعمل لي مشكلة هيعدل باب اندي كلها ولا لا اه تمام تبقى باب اندي كلها حماية ولا مش حماية حماية تبقى هنا عندي طويسواعات محمد علي في الحجاز السوداني الشام كيريت قاطنة تمثل الظاهير للحكومة المركزية القوية ده اخر سطرة في بداية الفكر الانفصالي لمحمد علي وده مستخبئه عن الطلبة وما حد يبصله. حاجة تانية? تمام سؤال تاني بس ورد في محمد علي درر على صحية العبارة العتاية. اه. تحولت هزام محمد علي الى انتصارات سياسية. تحولت هزام محمد علي الى انتصارات سياسية. محمد علي لما تهزم اجتمعات الدول القبرى لعقد مؤادة لندن. معي فارتفع شأن مصر. ارتبع شأن مصر هنا. مش انت قلت اعادة مصر والحدود هجعل لمصر شخصية دولية. اه. فده انتصار سياسي لمحمد علي. علاوة على محمد علي في اليونان وهو ما اذكر ليش ان هو ايه اتهزم. انت معي? اه. هو في اليونان ما اعليش انه اتهزم. علي قام الجيش لمصر بمهموته على اكبر وجه. يعني مستوى مصر بشأن التفاوض الدولي. يعني مصر مستوها الدولي زاد للتفاوض مع محمد علي الانهاء. الحرب فانما الفكر الانفصالي لمحمد علي عن السلطان. انت معي? طبعا. ازان انا عندي حرب اليونان ما اقليش هزيمة. بس دي تعتبر انتصارات سياسية نتيجة الهزيمة عسكرية. علاوة على هزيمته الاخيرة في لندن جعلت لمصر شخصية دولية. حاجة تانية? لا شكرا. تحت امرك عاردو تفضل مع السلامة محوط. ما هو عندي هنا ما العلاقة بين الحملة الفرنسية سؤال سهل اهو. العلاقة بين الحملة الفرنسية. العلاقة اسب من البحرية البحرية الانجليزية. البحرية الانجليزية. والحملة الفرنسية. في علاقة اه في علاقة. ايه العلاقة با? بص معي. انت قلت هنا انجلترا عندها قسطول قوي. عجزت فرنسا عن ضربها في اوروبا فارسالت ايه? حملة الى مصر. طبعا في علاقة بين البحرية الانجليزية والحملة ايه? الفرنسية. طبعا ان قلت اهداف الحملة. جاءت الحملة الى مصر. تقويد انجلترا في الشر. تسهيل مواصلات فرنسا في الشر. اقامة امبراطورية فرنسية نفس الكلام الحملة كانت جزء من الصراع التقليدي بين انجلترا وفرنسا وعجز فرنسا عن ضرب انجلترا فين في اوروبا خلي بقنا الله يخليكم كده مع بعض طيب برضو فيه سؤال عندي مهم وبسيط ايه هو السؤال لما اقول محاولات احتلال فرنسا لمصر في العصر الحديث ده سؤال سهل ركز كده فيه محاولات احتلال الفرنسا المصر في العصر ايه الحديث بتقول عندي كم اللي وصل له اربعتاشر ماشي خمستاشر ستاشر حكومة الادارة ركز معايا كده ده سؤال سهل يا واساس مش محتاج انك انت هتراجعوه خمستاشر ستاشر المحاولة الرابعة لا السؤال بيعمل مشكلة ايه مشكلة السؤال الهدف ده عاوز يضرب تجارة مين هولندا ده هياخدها بتنازل مين السلطان ده عشان طرق التجارة اللي خليتها مين انجلترا ده علشان ايه يا استاذ المماليك اللي بيعرضوا التجارة الفرنسية للخطر ركز معايا كده كل واحد ليه هدف البداية لويس الاربعتاشر تكرار كل ده بقى تكرار 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 اجا اسألك سؤال اقول لك تقررت فكرة احتلال فرنسا في عهد لويس الخمستاشر تقول لي صح بس ما تقوليش عشان الاربعتاشر بادع لا تقول لي عشان لويس الخمستاشر هياخدها بتنازل السلطان تقول لي هدف كل واحد لوحده تقررت الستاشر نفس الكلام الاربعتاشر نفس الكلام هدف طب تقررت في عهد لويس الاربعتاشر تقول لي غالط ده الاربعتاشر اول ما نحاول دخول مصر لضرب التجارة الهندية في الهند السلام عليكم ياشام الله يخلك يا اساس احاام اتفضل وانت طيب يا حبيبي كليس اي انت طيب أه حالك بخير هذه طيب الزكزي اAmeric найти سعال في الوحدة التالتة التالتة اأآ stuffs spannت فضل اقول لي اه صحة وخطأ مع انت علي ارسالت فرانسا vier المعوانة في حال الازمة المالية اه أه اولا المفروض اقول له خطأ ولا اقول له اولا لي ارسالت فرانسا vier المعوانة في الازمة المالية فقط اه اقول غلط لكنه اللي ما ارسالت فرنسا مشو فيه المعاونة اه ارسالت ارسالت ميسو في الół بالأمر حتى لا يتنفرد انجلتورا بالأمر تامام ماشى لان انا بسو في miel عندي ليه هدفين فرنسا لها فلوس جايبه ميسو فيه عشان يساعد في ال�겠어요 بس فرنسا هنا مش كل هدفها انها تحل للأزمة كل هدفها ان انجلتورا متنفردش بالأمر ايوا تمام ارسلت فرنسا ميسيو فيه للمعاونة في حال الازمة فقط لا مش فقط غلط ده حتى لا تنفرد انجلتارة بالامر. طب ارسلت من غير فقط طبعا عندي صح للمعاونة في حال الازمة وحتى برضو لا تنفرد انجلتارة بالامر. تمام. حاجة تانية معنا اه راشن? شكرا. مع الف سلامة. ده خلي بقنا الله خليكم من محاولات احتلال فرنسا طلب اكترة بتستهطر بيها اوها تستهطر بحاجة. بوكلت كتير. انت عندك نقطة كتيرة. اربعون نقطة لما بديجي ان ايه? ان عندهم لهم تمانية واربعين نقطة. في عندك اربعة بتختار منهم وفي عندك اربعة في المقارنات فيهم واحدة زيادة يعني تمانية واربعين. تلات دقايق. النقطة فاعة تلات دقايق. نخلي بقنا ونركز. نقطة ايه? الامتحانات? الاسئلة ما بتجيش كبيرة اوي. بتجي في الحاجات الصغيرة دي. الصغير ده هو اللي بيعمل لي مشاكل كبيرة. فتخلي بقنا الله يخليكم. طيب انت هتتكلم عن مصر في الحكم العثماني. لما اقول لك مثلا بما تفسر من الاهمية دراسة المجتمع المصري الذي واجه الحملة الفرنسية. ليه من الاهمية بندرس المجتمع اللي واجه الحملة الفرنسية? عليك حتى نتعرف على سيارة الحوادث واسباب مقامة الشعب المصري. نتعرف على اسباب مقامة المصري والثورة على فرنسا حتى رحيلها. نحلل الفرق في التطور بين القوى المصرية والقوى الفرنسية. جملة في الكتاب مهمة جدا من اهم الاسئلة عندنا. سلام عليكم. السلام. ازاي حضرتك يا بس? الله عزيزيك يا ابنت ازايك? الحمد لله. اتفضع لي. يا بس يسأل بيقول في اللي هو في جمهة الحدحية ده وبعدين بيقول السؤال. بيقول بقى ايه? عندما طول الخديمي عباس حلم التاني. لم تكون طلطة الحكم محكمة فيه دي. واضح فيه دول عبارة. اه. ادارات الحكم الدولي في مصر في عهد اه الاحتنال. انا كده بقى قول بقى الصندوق الا. ادارات الحكم الدولية. ايبو دارة الحكم الدولية. عارف انت في حاجة عندك اسم انقسام السلطة في عهد عباس. اه. سلطة شرحة نحصلها السلطان والخديوي. حيث قاسر السلطان الخديوي استصدار الفراملات. واحد. تمام? كريم. استحواز الانجليز على السلطة الفعلية. اه. ادارات اخلت بمبدأ السيادة للدولة. ادارات اخلت مبدأ السيادة للايه? للدولة. سندوق الدين. هيئة السكة الحديد. ميناء الاسكندرية. هيئة التليغراف. فضلا عن المحاكم المختلطة والامتيازات الاجنبية. فهمتي? يعني انا كده هتكب كله. مش كله. ده يا فقرة على بعضها كده اسمها ادارات اخلت مبدأ السيادة او انقسام السلطة. تلات ادارات عندي شرعية فعلية دولية. معي. ايه. ايه تاني? اه. اللي هو اخترت تحقيقة العدالة الاجتماعية في الجيش المصري مونزو عهد وامين. مونزو عهد سعيد. سعيد ولا محمد علي عنه? سعيد يا بنت لان سعيد فرض التجنيد الاجبار على كل طبقات الشعب. فلم يقعد التجنيد مجالا للتفرقة الاجتماعية وجعله محدود بمدة قصيرة فاحب الناس الجيش. حاجة تانية? لا شكرا. تمام يا حبتم عالف السلامة كل السلامة طيبة. طيب. طيب. بنيجي نقول بعد كده بنتكلم عندي على اوضاع مصر الاقتصادية. نخلي بنا كده لما نيجي نقول ما المقصود بالقاتي. واحد نظام الانتفاع. اتنين نظام الالتزام. تلاتة الوسية. ركز في التعريفات دي. عندك ما المقصود في الامتحان وشوفوا البقلة الانزم بتاع الوزارة. الانتفاع الالتزام الوسية دي الحاجات الاولانية وانا قلت لك الثورة الفرنسية عابلهم. الانتفاع ليس ملكية قانونية زراعة فلاح الارض للدولة. مقابل دفع الدرايب والانتفاع بالباقي. الالتزام شخص معين يحصل على حق جمع الدرايب من ناحية او عدة نواحي. مقابل جهوده ياخد الوسية. الوسية قطعة ارض معفى من الدرايب يحصل عليها الملتزمة. مقابل جهوده في جمع الدرايب من المنتفعين. سلام عليك يا اميرة. سلام عليكم. وعليكم السلام عليك يا مستر. اتفضل يا بنت الله خليكو اللي صاني طيب. وانت طيب. حاضرة كان عندي سؤالين. اتفضل يا بابا. استفادت من تضيق محمد علي الاحتقار. استفادت ايه? انجلترة من تضيق محمد علي الاحتقار دلل. اه ايه تاني? دلل? ايو ايو. ايو. انت كان بس سؤال ده من كتاب ايه? من كتاب مدرسة ولا كتاب خارجي? لع خارجي بس انا حاضرة كان عارفة اللي ديبها بس يعني. طيب خارج اتفضل دي خلاص. ماشي يا اتنين. قال لي في التجارة محمد علي ما طبق التجارة في المواصلات اه اه اللي هو طهر البحر الاحمر من الكراسي. فانا افضل شركة الهندي الشركية المرور بتجاراتها عن طريق البحر الاحمر. اه. ايه يعني استفادت. استنى علي. استنى علي. انت بتقولي دلوقتي السؤال هنا عكس اعكاس. انت جابلي فالزور عشان يحل هالك. صح? اه. بص يا عميرة معي. انت قلت استفادت مين? انجلترا. انجلترا. من نظام الايه? من تصدق محمد علي الاحتقار. طيب بص يا عميرة. انت سعيبالي الاستفادت متعلقالة الفارع زي الورقة. ازاي? هي مش انجلترا يا ست البنات. اه. غضبت. من الاحتقار? ايوة منعي. اغلق السوق في وش الانتاج الاوروبي. في الوقت اللي اوروبا بتدور على ايه? على الياس. بسبب الصورة الصناعية? ايوة يا عميرة. انهل اكبر يا ست البنات. ترجعت? قولي اللي بقى في النقل والمواصلات. انه طهر البحر الاحمد. فانجلترا بقى بتمشي من عندنا? اوزيني الاتنين يا ست البنات. انهل تأثيرها اكبر. اسمعها بس محايا الله خليك احنا بنتكلم بالعق. اصل اللي بيحط الامتحان ده راجل فاهم. ما ينفعش اجيب سؤال يحتمل اجابتين. انت فهمان يا بنتي? اه امان انا عسنتين. ايوة جميل. انا دلوقتي بقول ده انت سألها سؤال خطير. انت فهماني? لما قولي استفادت انجلترا. يا استحيل انجلترا تستفيد من الغاب من التطبيق الاحتقالية. استحيل. انت فهماني اللي بقولك ايه? ايوة حضرت اكتب. ليه يا استاذ? الفزورة دي مش تبعنا خالص. احنا في مرحلة دلوقتي مش عايزين فيها فوزير. انت جميل سؤال فزورة. ازاي انجلترا تتبسط من الاحتقار اللي قافل الباب في وش الانتاج الاوروبي? في الوقت اللي الاوروبا بتدور على اسواق خارجية بسبب الصورة الصناعية? واتفعت مع السلطة اللي قدر بمحمد علي في بلطة اليمان. تيجي تقول لي اه ده عشان محمد علي لما طور التجارة انتعشت المواصلات. فلما انتعشت المواصلات طهر البحر الاحمر. ففضلت شركة الهند? ده معقول يا بنتي? دعميه خالص. ده بالسؤال خالص. ده فزور عندي. اجعب له عنها من الاتنين? زعلت ولا اتبسطت? انهل اكثر تأثيرا في تاريخ انجلترا? لا ليزعلت. ليزعلت. طيب ازي اقول اتبسطت? انما احنا ممكن نقول حاجة تانية. نقول محمد علي اعادة الى مصر اهمية الموقع الجغرافي والاقتصادي. فاهماني? ايوة ده السؤال ده اللي انا عارفين. جانيل ده بعد ليجي ده الدنيا الدنيا فيها عقل كده اللي بيحط الامتحان راجل فاهم وازل الامور. فحشي جيب امتحان سؤال فيه اكس اعكاس فيه ضد. هو الاجابة هنا الكومبينية. يا ده يكتب لي ده وده يكتب لي ده. واحنا ننقي ولا ايه? انت فهماني? اه اه. ففي الحالة دي هنقول لا. ماشي يا حبيبتي ماشي. في حاجة تانية عندك يا اميرة? اه صحة وغلط. عاملة محمد علي على توفير اكبر قدر من الدخل من الانتاج الزراعي. هنتكلم على جهوده في تطور الزراع. اساليب مشاريع ري محاصيل جديدة وتقليدية. ايه? حاجة تانية? ناسوكم مع عالف السلام حميلة. ولو احتاجت حاجة تكلميني تاني الاسبوع الجيهة ان شاء الله استناكي. حاضر ان شاء الله. الاسئلة يا بنت اللي بتعمل شك واللغباطة معاك دي وان كانت في كتاب خارجة قوليلي عليها برضو وانا هزبطها لك هنا. ماشي شكرا. ماشي حبيبت مع عالف السلامة. اه طيب اتكلمنا عن ما المقصود انتفاع التزام الوسية. نخلي بقى لنا. طيب لما نقول عندي سؤال صغير. اسئلة كلها بسيطة ويعني حفظ. بما تفسر تدهور الزراعة في ظل الحكم العثماني. هتقول ايه يا استاذ? الزراعة دهورت? اه. بص معايا كده. سطوة واتاوات. سطوة الملتزم في جامع الضرايب فرض اتاوات خارج الضريبة. هو ما زودش الضريبة. هو زود الاتاوة اللي خارج الضريبة. ممكن تجد في صحة وغلط. كانت زيادة الضراعب من قبل الملتزمين سبب في تدهور الضوات. قول لي لا غلط. ده فرض الاتاوة خارج الضريبة. عدى الاهمال الفلاح واهمال الدولة مشاريع الرئي والصرف وتقوية الجسر وحفظ الامن. طيب الصناعة وقبلها ناخد رباب. سلام عليكم يا رباب. السلام يا ناستاذ. اتفضلي. تنفيذ الف البوكلت بيقول عجز عجز تركيا عن ارسال قوتها الى ليبيا عن طريق البحر لمواجهة ايطاليا عام الف تسعمgie واحد ورد. تفوق الاسطولي الايطالي برا او تفوق الاسطولي الاسطولي والضغط على جزر الدوديكانزي التبعة للسلطان. تفوق اسلحة الايطاليين برا وبحرا. وضغط على جزر الدوديكانزي مما ادى الى ضعف القوات العثمانية التي ارسلت جزء من قواتها الى اليمن. فاصبحت المقامة البحرية للعثمانيين ضعيفة المقاومة الداخلية ضعيفة رافض انجلترا عبور قوات عثمانية الى ايه الى مصر الامر اللي عدى الى فشل ايطالي اللي الدولة العثمانية في التصدي لايطاليا وسقوط مدن الساحل الليبي ديرنا ترابلوس بنغازي وما استطاعت العشاء ان تقوم او الصمود مديا او عسكريا سيد مصدر كان فيه في اليوتيوب بجيب الاجابات بتاعت المتحانات البوكريت اللي نزلة على الوزارة كانت المتحانات البوكريت بتاعت الوزارة ديها اجابات على اليوتيوب بس بتقوم مختصرة جدا يعني المدرسين اللي بيجاوبوها بتقوم مختصرة اللي بينه وبين الكتاب بص بس معاها اميرة ايه يا رباب احنا اللي بينه وبين الكتاب المدرسة صح اللي بينه بص الوصيقة هي اللي بينه وبيني انا هجيب لك يا بنت ان شاء الله الاسبوع اللي جايه طب انت مش عندك نت خش عن نت وكتبي نموزج انت حان الفين سبعتاشر تمنتاشر وهيطلع لك نموزج الاجابة طيب هل نموزج الاجابة بتاع الوزارة اللي احنا بنصحح منه مختصر لا مش مختصر لا مش مختصر ما هو اللي عنيت الاجابات الناس بتجاوبها أنا ماليش دعوة بالناس أنا اللي بينه وبينك الكتاب اللي بينه وبينك ايه الكتاب الدكتور محمود عطيه قالينا برضو الفترة اللي بدي دي ركز على الكتاب الاجابة بتيجي من الكتاب بنقول لك كده اجابت السؤال رقم اربعين صفحة عاشرة الفقرة التانية بنقطع الاجابة من الكتاب ونحطها في قراصة الاجابة فاهمان يا بنتي طيب بس أنا النسخة اللي معيك تاب المدرسة النسخة بتاعة السنة اللي فاتت لا النسخة بتاعة السنة اللي فاتت 2018 فيها شوية تعدلات هبقى تملك على الواطس تمام خلاص ماشي؟ تمام حاجة تانية؟ شكرا يا مستر العفو تحت امرك مع الف سلامة لما اتكلم عندي في الصناعة بنقول عندي طواقف الحرف الطواقف الحرف دي بنقول عليها سؤال ما المقصود بطواقف الحرف نقول لك الصناعة في مصر صناعية دوية لم تصل إلى حد الالية معتبد على انظام الطواقف شيخ الطايفة همزة وصلة من الحكومة والصناع الاشراف وجامع الايه الدرايب ده جزء يضم المهن في مصر كل فرد ليه ما كانت بتحشيخ الطايفة هي سؤال ما المقصود وفي نفس الوقت ايه؟ وفي نفس الوقت تدور الصناعة طيب تمام عند التجارة في نوعين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية ركز في دي مهمة اجي اقول لك هنا فيه سؤال بلاش اقول لك الايه؟ تدور التجارة ما العلاقة بين الكشوف الجغرافية والاقتصاد المصري تقول لي ها مصري خسرت لتحاول التجارة للصناع فاقتصرت سلاة مصري على حد البحر الاحمر والحبش واليمن فتضهر الاقتصاد المصري ده سؤال السؤال التاني التجارة الداخلية عدم استقرار الامن النزاع بين الفرق العسكرية غارات البدو عدم سباة العمل اختلاف المكايل فيها سؤال ما العلاقة بين البدو واقتصاد مصر في الحالة دي هتجيب لي اتنين تقول لي البدو هنا قدوا تدور التجارة لغاراتهم المستمرة على الوادي والدلتا وتجيب لي البدو بتقول فصل التاني بتاع محمد علي تقول لي ساعد محمد علي البدو على الاستقرار وطرق الانتقال والترحال والمشاركة في الحياة المدنية بعد امنح زعمهم ملكيات كبيرة انا طبعا بقول بسرعة لان كنتم فاهمين كل الحاجات دي حاجات دي بسيطة ناخد شاما ونرجع لكم تاني السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شاما كل السلام انت طيبة وانت طيب يا ميسر عامل ايه انا قلت النهار ده انت بتشمي النسي ومش هتكلمين لا انا جاعدة من الثانية حضرتك اه حسن حاجة ربنا ايه خليك اتفضلي هو انا عندي سؤال اه عندي هنا سؤال ما الدروس المستفادة لازم نبدأ بكلمة يجب ان او ضرورة ان معي انا كل ما حاول اجابة انحس الاجابة بتروح بعيد ليه دي اجابة زي الفل يجب الاعتماد على انفسنا في زيادة معدل الاقتصاد والتنمية ضرورة ان نعرف خطورة الاقتراض يجب ان لا نقترض من الدول الخارجية خاصة الدول الاجنبية ضرورة زيادة فرص الاستثمار ومعدلات التنمية مثل ما فعل محمد علي بن قاب فيه حاجة اشيما ها طب هو نفس السؤال بيقول لي بس ايه ما رأيك من موقف من سياسة اسماعيل بالتوسع في الاختراض نفس الكلام ارى ان اسماعيل اخطأ في الاقتراض من الخارج حيث اعطى فرصة للدول الاوروبية للتدخل بحجة الازمة المالية ووقف معدلات التنمية الذاتية في مصر الامر الذي دفع البلاد الى مشكلة كبيرة وهي الاستضامة على الاجانب فقيام الحركة الوطنية زي الصورة العربية وعزل اسماعيل واحتلال انجلترا مصر حاجة تانية ده شكرا في حاجة واقفة قدامك في حاجة عاملالك مشاكل في حاجة عزانة اقولهالك هو السؤال بتاع دروس المستفادة ده دايما بطلق بسيط يا بنت الدروس المستفادة ده درس مستفاد لخطأ الغير او درس مستفاد لتقليد الغير انت فهماني؟ ايوه يعني ما اجيقولك بات دروس المستفادة من اتباع محمد علي اكبار شيخ الحارع على جامع الصبية من الشوارع ده غلط ولا ميزة؟ هو فيها ميزة وفيها عيب لا ما فيهاش عيب ما فيهاش عيب افهمين بيع عشان الابط بالعلم اسبوع اللي فات كنت هقتلهم بسبب الكلمة دي افهمين يا شايماء هو العيل ده بيشتغل ولا قاعد في الشارع؟ هو كان في الاول قاعد في الشارع يا شايماء معلش يعني معلش ماما في البيت بتقولليك زاكري ولا لعبي؟ بتقوللي زاكري ماما بتقوللي زاكري وبقى المزاكرة قيلة على قلبك وانت مش عارفة مصلحتك طب لما امك تكبرك على المزاكرة هي فيها هنا اكبار بس انصالحك ولا ضدك؟ انصالحي لا ما تقولليش بقى النمي تعدت على حرية الشخصية وملكيات الفكرية وعمش عارف عمل لا ده اكبار هدف اصلاح انت مش عارفاه ايوه فانا لما لمي العلم من الشوارع ودخلهم مصانع الدولة وحاولها المدر الصناعية طب على العالة اتعلمه شاركه في زيادة الانتاج رافعوا معدلة التنمية طوروا الصناعة دي يعيب ولا ميزة؟ ميزة ولا لما اجاولي النهاردة القضاء على زايرة اطفال الشوارع والتصارب التعليمي بقى العلم مليع الشوارع ايه لما لمي الناس دي كلها كده من تحت الكبار ومن ايه؟ ومن الانفاء ونشغالهم طبق دي ميزة ولا عيب؟ ميزة ميزة ايه؟ ما تقولش بقى اجبار وقادول على الحرية الشخصية وقادول على كذا انت فهماني؟ ايوه فهو اجبار بهدف اصلاح للفرد قبل اصلاح المجتمع طبعا انا استفدت من محمد علي اه يجب الاستفادة من محمد علي في مقامة التصارب التعليمي العمل على جامعة اطفال الشوارع العمل على مركز تدريب مهني العمل على ادخالهم مصانع هل في ميزة يا ابنتي؟ ايه؟ ايه الدروس المستفادة من فشل الصارب العربية؟ عربي فشل ولا نجح؟ فشل نحكس بقى يجب عدم الانقسام ضروري التوحيد والصفوف يجب مش عارف تقوية الجيش كده ايوه ده سؤال جميل وبسيط ثلاث نقط في الامتحان والأربعة مهمين طب هو انا نكتب كم نقطة بالزبط اكتبع لحد ما تخلص فقرة البوكلت اكتبع تلات دقائق بتوع ما اقول لنقطة لا تلات دقائق خلص التلات دقائق بتاعته في الكتابة ماشي خلاص ماشي حاجة تانية يا شيماء لا شكرا خلص اللي حضرتك تاحت املك مع الف سلامة نركز مع بعض كده بص كده في السؤال ده لما اجي اقول ما العلاقة بين البدو والاقتصاد المصري ايه علاقة بين البدو تقول يا استاذ في اسناء الحكم العثماني في القرن التمنتاشر غارات البدو على الوادي ادت الى تضاهر الاقتصاد طب في القرن التسعتاشر ايام محمد علي ساهم محمد علي في استقرار البدو بشكل انتاجي بعد امنح زعمام الملكيات الايه الكبيرة طيب كويس ما نتائج تضاهر التجارة في مصر في ظل الحكم العثماني سيطر عليها الاجانب بفضل التنظيم والامتيازات والهدايا التي ترسل للسلطان الاجانب بيسكوا التجارة منظمين معهم امتيازات وتسهيلات ليه السلطان بيدوم امتيازات وتسهيلات نظرا للهدايا التي يتم ارسالها للسلطان الايه العثماني طيب تمام لما نقول هنا سؤال صغير ايه اثبت تضاهر التعليم في مصر في ظل الحكم العثماني تضاهر التعليم اه تقول يا استاذ انتشار الجهل والخرافات والشعوزة والاعتماد على السحر ولم يبقى الا بصيص قليل من نور العلم في الازهر حاجة بسيطة خالصة اهيه خلي بالك هنا يعني الدولة العثمانية اهملت الازهر ولا ما اهملتوش اهملته هنقول فيه سؤال قدام دلوقت طيب ايه يقولك كان المجتمع المصري مجتمعا طبقيا ركز معايا كده المجتمع المصري مجتمعا ايه طبقيا طبق ازاي يا استاذ نقول عندي فيه طبقتين ايه هما الطبقتين نقول طبقة الحكام وطبقة الايه المحكمين الحكام والمحكمين دول ترك ومعاهم ماليك طب مين المحكمين يا استاذ قالك المحكمين الشريحة وسطة علماء مشيخ اعيان عامة الشعب كويس طب انعايز اعرف حاجة ده المجتمع المصري في الحكم الايه العثماني انا عايز تشابه زي ده نقول الاوضاع الاجتماعية قبل اتنين وخمسين فاكر انت الاقطاعيين والرأسماليين الاقطاعيين من الاقطاعين دول ملاك الارض الزراعية اشتغل عندهم الفلاحين اللي عانوا الجهل والايه والمرض والفق الرأسماليين اصحاب المصانع اللي استغلوا مين العمال وبتزوهم بدون تأمينات او معاشات او تعويضات في حالة الاصابة والعجز خلي ملكم السؤال ده السؤال ده مهم قارم بين الوضع الاجتماعي في ظل الحكم العثماني وقبل صورة ايه يوليو او في اخر العهد الملكي السلام عليك يا حسين السلام ازاي حضرتك السلام الله يخليك يا حسين اتفضل اه حضرتك قلت من شوية استاذ ان ان الاجابة بتبقى من كتاب المدرسة يعني زي ما هي صح اه اه طب في بيبقى في بعض الاحزلة في الامتحاد استنتاج استنتاج اه الاستنتاج الاستنتاج بيجمعهم من منطقتين برضو اي واي اه بيجمعهم من منطقتين بنص الكتاب مع تعديل مباشر من الكتاب برضو بنص الكتاب طب ايه اتحدد اوجه النقد والما رأيك اه وتروس المستفادة بص معايا اه الاوجه والنقد ده ده بنسميه سؤال قدرات ومستويات عليا تمام بالرغم ان السؤال ده بسيط يا حسين خلي بالك معايا سؤال بسيط ايه اسمعني بس ده تصنفه في الامتحان مستويات عليا ومع ذلك اللي جاب عليه بسيطة جدا تمام حولا انا باجي اقولك يا حسين ما رأيك في مجل الشورى نواب اسماعيل ستة وستين اه حد انت باللي بالكتاب تمام ارى انه كان هاي استشارية ليست تشريعية ان شاء الله لكي يعتر اونقل وبهاء ديمقراطيا حيصوره تقوله التكوين تمام انت مدفترش حاجة من بر انت جبتلي التكوين نفسه مع المقدمة دهتن ان هو كانواحش تمام في يمتني يكتب لك في ضوء عجابة الطالب على ان يلتزم معلاصر الكتاب عالتالي عايزة اقول لك حاجة برضو اه 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 وانا لما اجي اسألك في مجل الشورى ان هو باسماعيل هو كان حلو لا ما كان حلو حلو ينفع تكتب لي انه كان حلو لا ما ينفعش من البنطق كده ده اللي كانوا فيه اغنية جهلة اه اغنية ايه جهلة اذا ما كانش مفيد للمجتمع فما ينفعش تكتب عليه انه حلو تمام بس استاذ فيه بعض الاسئلة ماشي بلص الكتاب زي السؤال ده يعني قل لي يا باشا اللي انت عايزه انعملهولك تحت عمرك يعني ما رايك في مسبحة القالعة مثل ارى ان محمد علي اخطأ في القضاء المماليك عن طريق الغدر والخيانة تمام حيث كان المماليك له مدور في التاريخ الاسلامي في التصدي للخطر الصليب والتصفية والتصدي للخطر المغولي تناسى محمد علي كل ما اقاب به المماليك في حماية الدولة الاسلامية ايه حاجة واحدة بناء شخصي مجد شخصي لا يا باشا دي اجابة دلوقت المقنعة انه هو كان وحش ولا حلو كان وحش حلو اجابة تانية اخد اهيه ارى ان محمد علي كان على حق عندما قضى على المماليك للقضاء على عدم الاستقرار السياسة والتفرغ لبناء الدولة الحديثة كده انا قلت كم رأي انا قلت كم رأيه يا حسين ايه حلو قول دا صح قول دا صح بس دعم زي ما انا قلت تمام ماشا حاجة تانية اه اه في المنهجان في اين في المنهج يعني انت خلصت اي اه خلصت الحمد جاميل اوي اه 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 ا وقابت بالغاء نظام الاحتكار تطبيق معاعدة بلتة ليمان تم تنفيذ بلتة ليمان في اطار تسوية لندن وسقوط الاحتكار ودخول استثمارات وسيطة الحرية شكرا يا حسين هستدناك الاسبوع اللي جاي تماما ماشي طيب هنتكلم بعد كده يا استاذ عندي على اوضاع مصر السياسية في ظل الحكم العثماني حلقة خلصت معاليش الوقت عدى بقى لمنشو اخد بالي ان شاء الله الاسبوع الجاي هكمل معاكم الفصل الاول مراجعة وهنكمل باقي الفصول وان شاء الله يكون في حلقات زيادة بإذن الله معركة تحياته اجمل امنياته لكم بالنجاح والتوفيق هذا احمد صلاح يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته